موسيقى بتعديل قانون العمل لمصلحة المرأة تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي لمصلحة المرأة وعائلتها بواسطة القضاء أجرت أبحاث ودراسات عن مواضيع مختلفة بتتعلق بالأوضاع الاجتماعية والقانونية للمرأة وحقوقها بأوانين الأحوال الشخصية في لبنان وبلدان عربية مختلفة كما كانت مشاركة بحملات الجنسية للمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبه وإلى مشاركات بعدة ورش عمل ومؤتمرات وبرامج تلفزيونية محلية ودولية تتناول الشؤون الاجتماعية والسياسية بالشرق الأوسط المحامية السيدة أكبال دغان يصعد صباحك أهلا وسهلا لك أخيرا نائبة رئيسة الاتحاد النساء العربي العام حالو كتير نبارك لك بدورنا عبر مريم تيفي وحضرتك بتستاهلي أنك تكوني بالريادة والصدارة للإنجازات الكبيرة ستأكبال اللي عم تقوم فيها من أجل المرأة المرأة والوطن لأن المرأة هي نصف البلد إذا كان معطيناها حقوق وكانت مواطنة صالحة وعم تشتغل وعم تعطي إنتاج وعم تشترك تنمية للبلد يعني معناها أنت خسرت البلد كله وهيدي نحن عم نشتغلها مش لأنه بس حوقنا لأنه واجبنا يعني السيدة كبال واجبنا نحن عم نكون منح لبلدنا أكيد بهالفترة وبهالعصر يعني مع أنه التطور الإنمائي والاجتماعي رجعت نسبة التعنيف من المرأة ضد المرأة يعني من الرجل للمرأة عم تقوى رغم كل حملات التوعية اللي حضرتكن بالمجلس المرأة عم تقوموا فيها والجمعيات وفي القانون ما بقى فيه احترام لكيان المرأة وعم يطلع هالعنف كله كمان شفنا وحضرتك شاهدت من الثلاثة أربعة أيام للمرأة رجال عم يضربوا يمكن نساء عن طريق مجلس بالبلدية كمان حضر يعني أحكيني رأيك كيف شعن بيصير بهالعالم هلا فيه شقان بالموضوع أول شيء أنه العقلية الزكورية لا تزال موجودة وحاسس الرجال أنه فيه شيء عم ينسحب بصاط من تحت إجراء بأنه هو مسيطر على كل شيء هاي دي من جهة من جهة تانية النساء ما بعم تسكت يعني بالأول كان العنف هو يعتبر عنف شيء خاص نحنا اشتغلنا لأنه نحنا لما عملنا بدنا نأسس أنا بالمؤسسة بالهيئة الوطنية لنهاء العنف لمناهضة العنف لما قدامنا الطلب مش الطلب لما قدامنا العلم والخبر ما كانوا يقبل وياخدونا لأنه فيه اسم عنف ثلاثة سنية تمينا لحتى قدرنا أخذنا العلم والخبر أنه نقدر نشتغل ما كانوا يقبلوا هيد الكلمة هلأ الكلمة صارت معروفة وصارت النساء ما تقبل مشان هيك صارت فيها هلأ تروح تاخد أمر بعدم التعرض تاخد إذا تعرض لها فيها تروح على المخافر والمخافر بدهم يستقبلوها بكل احترام وفي عندهم القوى الأمن تعليمات أنه يحترموا النساء المعنفات في كثير من المخافر صار فيه غرفة خاصة لتعنيف المرأة وصار مجبور الواحد بس يقابلها مش يعدوا يتمسخروا عليها يعني كان بالأول يعدوا يتمسخروا عليها ويقولوا لا رجعي هلأ ممنوع يعني صارت هالقضية اخذ حيث عند الدولة وخصوصا قوى الأمن الدخلي قوى الأمن الدخلي صحيح لسا بدهم تدريب ولكن خضعوا أغلبهم لتدريب من الجمعيات النسائية لتغييرها العقلية لتغييرها العقلية ولكيف بدهم يستقبلوا أضايا المرأة المعنفة فالتعنيف ظهر لأنه كمان ما بقى حدا عم يسكت على التعنيف ويعتبروا ولكن هو موجود والجو العام بالدنيا كله يعني ألأ الولاد إذا بتجيبيلهم ألعاب بتطلع أنا أيام وأحفادي بقلوا لأبني بقلي أنا بسمحلهم نص عبس هاللعبة اللي موجودة عطول فيها قواص وفيها ناس بيقتلوا بيهيين يعني مش معقول عم ينموا بنفسية الأطفال من الظغر أنه حب لهم بصلا إذا ما تأثر باللعبة حيتأثر ببيوا اللي عم يضرب أمه مثلا ما كل العالم تضرب أكيد لأنه هالي زواهر الزواهر صارت عم تبان صار الإعلام وحضرتكن ومشكور الإعلام عم يضوي عليها أكيد صار نحن النساء لهيئات النساء ما بقى عم نسكت يعني لما عطيوا حكم مخفف لهيدا اللي قتل مرته بطنجرة لبريسو أنا شخصيا وغيري كتير ناس نزلنا وقفنا ع باب العدلية وتظهرنا ورحنا صدنا نحاول نشوف القضاة ونحن مشكور المدعي العام سامير يعني هو مقبل سامير مقبل لما زادت العقوبة كل ما نحن عرفنا أنه في ردع يعني العقوبة مش لأن بس لحتى تحاكم يلي عمل الزند حتى تخل تردع يلي بدو يعمل أكيد يعني دايما العقوبة هي رادعة أكتر ومتل ما هي عقوبة للعمل اللي بيصير بيصير ألف مرة بيفكر قبل ما يعمل أي شيء أكيد بتهل لأيدي البلدية ست بدا تعرف حسابات وهي عضو بلدية وبدت تعمل محضرة أنا تصلوا فيني وخبروني وشفت أنه فيه على التليفزيونات نزلوها بيقوم بالأول باجتماع وهي محامية وبتعد عليها بالضرب رئيس بلدية صور هو يكون كتير مهمة على كل العضاء اللي عنده أو الناس اللي عنده هو بيحكمون بيضرب سيدة محامية حضرتك عم تقولي أنها هي محامية يعني مستقلة طب هذا الرجل لا ما عم يقبل يعني عم يضلوا الزكورة لا ما عم يقبل باستقلية المرء فهير أنه فيه شي غلط ما بدوا يعطيها محضرة تثبت عليه شي لأنه لا لا يخاف يلي ما عنده شي يعني يخاف منه لا لا ما بدوا يعطيها محضرة عم بيخاف الرجل بشكل عام أنه من حضور المرأة الأولى؟ لا أنا عم يقولوا أنه فيه مثلا ما بعرف كم مليون لما زوت لضيعة فيها 800 شخص يعني ما بعرف أنا عائدة عالي ببط ملي متطلع عليه بس أنه أكيد يلي ما لأنه نحنا عنا قانون لنا حق نشوف المعلومات كلها صحيح فإذا بما أنه هي مش بس هي إنسانة عادية هي عضو بلدية ومحامية إلي حق تطلع على هالمحضرة تشوف تسخة منه ما بدوا يعطيها ليه ما بدوا يعطيها؟ معناتها فيه شي غلط هيدا اللي صار إنه ما حنسكت عليها هيدي نحنا كان يساء ما حنسكت إنه نحنا حتى لما مفوت على مراكز بيعتدوا علينا ما حنقبلها كمان انتشر فيديو تاني موارفز حضرتك شاهدتي لرجل بالسيارة عم يضرب مرته يعني زوجته بباب السيارة ده هده الشي مقلم وعلى إيده نعم وعلى إيده فيه طفل يلي بتشتغل بالجاميرك نعم كمان فيه تحقيقات هلأ صح ما حدا يعني لسه ما ظهر التحقيقات ما ظهر بس أهلا بيقولوا إنه هي مش من الناعي اللي بنتحي طيب فيه فيه كتير غيرها يعني عم يصير هنه بيقولوا والنساء أيام عني فات اه فيه نشوية بس قدي النسبة لا أنا ما بنكر قليل حفيه فيه إنه الناس كمان النساء بشر أيام الضغط يمكن عليهم بيولد عندهم يجل عندك حالات مثلا الرجل مرته مع النساء قليل قليل بس مرة أجل عندهم كبير بالعمال بيضربوه بس ظاهر أدمنوا معذبهم بس مورد عم ترجع تردلوا يا هون يعني بشان هيك أنا ظنصح رجال إنه قد ما فيهم يعاملوا نساء وولادهم منيح لأنه بس يكبروا بيضعفوا بيصيروا هنه تحت يعني هنه بدهم إذا إذا معاملها منيح لزوجته لولاده بيحطوه بعيونهم وإذا معاملهم كتير يمكن بيصير فيهم تقدر تشغيل الإجهة العبدي بيأكلها عتلة يعني هلأ عم تعملوا بالمجلس النساء اللبناني لمناهدة العنف نحن مع الجمعيات نحن لأنه نحن المجلس النساء هو شابو يعني هو أمبريلا ل150 جمعية نسائية ومختلطة نحن كمان جمعياتنا منهم عم ينهضوا العنف نحن منهم أفمان يعني نحن كستراتيجية أكيد ضد العنف وعلى صعد أوانين ستقبال شو فيه هلأ شيء؟ فيه أوانين فيه القانون يلي أنا اشتركت فيه مع كفا جمعية كفا؟ نعم ولما حطوه يعني قد ما فينا اشتغلنا وتصوري ننزل على مجلس بالآخر حنجيب تاخت ونحطه بمجلس النواب كمنا خيمه هنيك عملوا لنا يا بس فيه شوائب فيه شوائب بعد ما تطبق كمان زيادة طلع فيه اشياء القضاء عم يحتار يا حرام كيف بده فيه ناس بيتشددوا فيه ناس بيتساهلوا بدك هايدي تنضبط فعملوا اجتماعات مع وزارة العدل بهديك الايام وعدلوا فيه لحول السابق مجلس الوزراء نحن منتمنى عليهم انه يرجعوا يذكروا يعني يبعتوا مجلس الوزراء على مجلس النواب لي حتى يقر بالهيئة العامة مشان هيك حتى كمان تكون فيه ضوابة اكبر مشان عضية العنف هيدا بما يخص العنف بما يخص مثلا تزويج القاصيرات هيدا من العنف نعم هيدا نوع من انواع العنف للقاصيرات شو صار بهيدا الانون لسه كمان واقف عم ينشغل علي اكيدوا كمان نحن كمجلس مشتركين بالمعوب بس ولكن لسه لسه ما صار ليه لانه بتدخلوا الرجال الدين نعم اللي بتعرفي انت انه نحن عنا بقوان الاحوال الشخصية مصيبة كبيرة انه نحن اللبنانية منا متساوين بالاحوال الشخصية كل واحد حسب طاقفته لا ما طاقفته مذهبه مذهبه كمان يعني كنا بالطواقف صرنا بالمذهب خمسة عشر قانون هيدا هيدا مصيبة كبيرة لانه ما في مرأة متل مرأة ما في رجال متل رجال يعني كل رجال كمان بده يطبع هيدا هيدا تعدد الطاقف الستقبال والمذهبه عم بحد يمكن او عم يجي ضد المرأة ضد المرأة وبعدين وحقوقها مش طبيعي لانه اهم شي بالدولة انه يكون كل الناس متساوين امام قانون واحد وخصوصا قانون الاحوال الشخصية لانه قانون الاحوال الشخصية بي لازم الناس من قبل ما يخلقوا يعني الولد ببطن امه له حقوق ومن بعد ما يموت بالميراث وبخلال كل حياته كل وقت عنده بقضايا الاحوال الشخصية فهيدا قانون كتير كتير مهم للانسان مش معقول يكون بهالشكل عم يتحايلوا كتير ناس على هالقوانين حتى يعملوا اشياء منها مظبوطة مشان هيك الدولة لازم تعمل قانون موحن حتى لو بقيت هيدا القوانين مثل ما عملوا بأوروبا لسه لحد هلأ شغلة كتير مظبوطة ينحط هيدا القانون بسر يعني حتى يمنعوا الاهل اللي ممكن هني يحردوا بناتهم إذا هي ما بدا تتزوج مثلا انه يحرر دوة انه تتزوج بعمر 14 و 15 خاصة متما ما شوف بالقرة واضيع اللبنانية يعني تعرفي قضي حياته لأنه أولا هي ما هم تتأهل يعني لما تتزوج بهالعمر أولا جسمه للثمانمين غير قابل للإنجاب أصلا ثانيا هتوقف التعليم صح ثالثا ما هتشتغل ولا هتستقل بحياته الاقتصادية يعني دمروا لحياته يعني أبدا دمرت حياته فهيدي هايدي شغلة كتير مهمة انه تحت الطبنطع البعدين لشو نحنا هيكلينين هم نحنا ما عم نعاني من قلة الناس عمنا ناس كتير وهيدي أكبر دليل انه المرة اللبنانية هي مواطنة بحسب الدستور مثلها مثل الرجال ما بيعطوها أولادة لأولادة الجنسية فانين على العدد قبل ما نفتح ملف الجنسية ذكرتي لحضرتك انه في شيء هلأ على القوة النسائية يشي جديد نحنا بالمجلس النسائي عنا هيدا مشروع مشروع أساسي عم نشتغل عليه عملنا مشروع قانون وتعاوننا فيه مع الاستاذ جون اوغا سابيا قبل ما يترك وأنا بحييه لأنه هو اشتغل للمرأة أكتر ما تكون امرأة يلي مستلمي عم نقول انه البلديات هي جزء من حياة المرأة لأنه البلدية هي دار ما دار بيتها فإذا عملنا مشروع سميناه بلديتي بيتي وقلنا انه نحن أولا هيدا الشغل تطوعي ما في معاش ولا شيء يعني النساء أولى الناس بشغل البلديات لأنه البلدية هي كل شيء تتعطى بكل الأمور الحياتية بالنظافة بالماء بالكهرباء بالولاد بالمدارس بالساحات الخضرة فإذا قديش هيدا اللي بتدير بيتها قادرة تدير البلدية أو البلدة اللي هي فيها فلحنا على القليلة بدنا كوتها نسائية بحدود 33% كمقاعد مش كترشيح لأنه ترشيح بيرشحوها وما بيعطوها بس كمقاعد يعني بتكون حصتها لوحدها أعلى ست بتاخد مسائلنا ثلاثة أعلى ثلاثة نساء بياخدوا مش معا مثل رجال لو أخدوا أقل بدن يروحوا لأنه هن مقاعد محجوزة لهم هيدا بلشنا فيه أولا عم نتصل بكل يعني الناس اللي هن مسؤولين لأنه عنا الوزراء وعنا مجلس النواب نحن رحنا عند النساء أكتر شية اللي هن بمجلس النواب وستبهي الحريري هي يعني تبنيت هالمشروع وحتقدموا عمجلس النواب وبالعكس ده تقدموا هي بخمسين بالمية مش بثلاثة وثلاثين بالمية وبعدين وزيرة المرأة سيدة صفاضي فيولات سيدة فيولات كمان تبنيتوا وفي كتير من النساء عم يتمنوا شو اسمها رولا طبش كمان نعم وفي رجال كلهم رحنا عم نروح لعندهم رؤسائل كده عم يتعاونوا مع كل النائبات والوزيرات في تعاون كتير يعني عم قبل عم نشوفوا شي ملحوظ أكتر نعم ونحنا أنا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي كمان عضو بالمجلس حلو أنا طلب مني رئيس المجلس إنه بدوا يعمل اجتماع لهول النساء يلي بالوزارات لو تشوفوا حطينا الكراسي بالكوريدورات لحد ما إجا ناس وإجوا أربعتهم وبالفعل في فرق يعني عم نعم هيدا من شهر أقام هال النساء منشي شهر نعم هال أنا بوقتها يلي نظامتوا هيدا اللقاء في فرق في فرق يعني عم يحاولوا جهدهم إنه يسبتوا وجودهم وخصوصا السيدة سيدة الحسام يعني سترية لحطا نعم سترية لأنه كانوا مستكترين عليها أن تكون مزيرة داخلية لأ أثبتت إنه وهي بصدد إنه وزارة الداخلية تصور وزارة إنسانية مش وزارة عسكرية بس حلو كتير وعادتنا كمان بقصة الكوتى النساء طيب من هيدا الناحية الإنسانية أدي الملف التجنيس وأعطاء المرأة يعني اللبنانية لأولادها الجنسية أدي هيدا موضوع إنساني لأقلك للدغري بس بدي أكمل مشين هول الكوتى الكوتى عم نروح نحن على الضيع وعلى كل شي فيه بالمدن ونعمل تجمعات للنساء من جمعياتنا ومن النساء الباقيين ورجال وعم نمشي هل قضية الكوتى بشعب يعني تصير مطلب شعبي وهي بالفعل لو تشوفي آخر مرة رحنا فيها عقانة قانة الجنوب محل المجلز ولو تشوفي النساء بالمناطق قداش قوية يمكن نحنا منخمن إنه الريفيات الريفيات ما يخدين حقوقهم متل ما لازم ولكن إنه نساء كتير قوية وجدعة نعم سلقبال بس بدنا روح بس كمان الوقت لا ملف التجنيس يعني أدي هيدا الموضوع الشائك عم يطلبوا فيه من سنين واسنين وصوتك يعني عم يضل عالي بوين ما كنت هلق بشق هيدا الجنسياتي حقهم الولي ولأسرتي أنا نشاركة معهم يمكن ما فيه تجمع وشي ما كنت فيه هيدا لحد هلق قلنا هلق شيت 18 سنة كنا هولي فتنا مجموعة عرب يعني مجموعة بلاد عربية سبع بلاد عربية كنا منهم المغرب تونس المصر السورية والأردن والبحرين لحد هلق في كتير منهم أخدوها من زمان يعني مصر بلد هي حطف بالسكان صاروا مليون 100 مليون وشوي وعطيوا الحق هيدا نحن أربع مليون ومعرفين يعني هي قضية سياسية مش قضية حقوق لأنه بالحقوق واضحة أنت بالمادة سبعة وتسعة أنت كالبنانية أنت كاملة الحقوق وعليك كل الواجبات موسواتا مع الرجل ما تأخذيني تقبضي معاشك قبل ما تقبضيه بيخصموه الضريبة صح ولا لا؟ عم يفرقوا بين مرأة ورجال عم يعفونا من الضريب بالعكس أنا بزماني أخذت دعوة أنه يعني الحضانة أولادي معي مش حضانة يعني التأمين التأمين الصحي وهيدا وبرضو ما خففوا لي ما عملوا لي تنزيل ضريبي ما فيه تنزيل الضريبي لرب العيلة اللي عنده مرأة واللي عنده أولاد كل ماله بينزلوا المستوى الضريبي أنا ما عملوا ليها والحد اللي النساء كلها تدفع مع رجالها لشو بتشتغل المرأة لا تساعد زوجها ولا تساعد عيلتها في حدا بقى بهالأيام رجالة واحده بيقدر يقوم ببيت إلا الصرائين والنفوري شوال اللي أكلوا البلد ولكن نحن العادية ناس العادية المرأة والرجال عم يشتغلوا يادوبهم يادوبهم يخلصوا بعيلتهم بولادهم فإذاً مثل ما المرأة مواطنة هو مواطن مثل ما هو عم تشتغليه عم تشتغل بس الشي الفرق بينتهم إنه هو إله حقوق وحتى في أيام كمان ما إله حقوق والمرأة في حقوق ما ببيع طويان هن نحن ما عم طالب للمرأة عم طالب لعيلتها يعني إنه نحن كنساء مسؤولين عن عيالنا ونحن عنا الحكم يلي طلعناه أولادة دعمين ظلمهم يعني أخدنا الضمان الاجتماعي للنساء يعني إذا الرجل ما بيخد المرأة بتاخن طلع فيه الحكم من محكمة التمييز العليا بتقول إنه اللي بيضمن الولد هو اللي بيساهم بإعالته مش متل ما بتقول الأحوال الشخصية إنه الأب هو المجبور وكذا إنه الأم إذا بتشتغل هي هي عم تعيد لولاده عم تعيد عائلتها نفس الشي إذا الأم إذا الأم لبنانية متل ما قال الدستور المفروض إنه كمان تعطي ولاده جنسيته يعني أقل شي بده يصير بيقولولك بربطة الدم ليش المرأة ما عندها دم بالعكس يا غني متقري ما يأخذونا ما يأخذونا الأب بيعطيه النطفة بس الأم بيتصنع الولد كله ببطنة من جسمها بيأكل تسعة تشهر بيتم بيأكل من أكلاتها وبيشرب من شرباتها فإذا كيت ما إلا حق تعطيه الجنسية هلأ بكرة بيجيكي بأدار عيد الأم كلهم بيتغنوا بالأم والأديان السماوية حاكي بالأم ما في دين سماوي ما بيمجد الأم ستنا مريم العدرة وكل الدين الإسلامي يعني أهم ناس بالنسبة لهم هالي النساء ستنا فاطمة ستنا خديجة يعني كلهم هالي هالنساء يلي مجدهم الدنيا كيف بيتمجدوا الأم هالتمجيد وبتحكلوا حقها بتكلوا لحقها بقصة ولادة هيدا جاية من أيام الفرنساوية هالقانون طيب الفرنساوية غيروه طيب حضرتك سرق 40 سنة عم بتنجد بهيدا الشي هلأ أنت على الرؤية القريبة شو عم تشوفة رح يعطوها الجنسية ولا ما في شي يلوح بالأفق أنا بآمن بشغلة نعم إنه ما في حق بيموت وراءه مطالب بس بيتعذب يعني قضية هيدا اللي قلتلك عنا قصة الضمان الاجتماعي للولاد أمهم تضمنون تمينا فوق العشرين سنة اللي أخذناها لصارت قانون شو عشرين سنة تمينا نعمل دعاوة بالمحاكم لحتى طلعوا بالآخر إنه يعرف بالمضمون المضمون والمضمونة تاق التأنيس شيك أنا عم أطلب من كل النساء دائما يستعملوا تاق التأنيس حتى تتغير الزهنية الزكورية يعني مثلا دكتورة بيقولوا دكتور لا يا خذني أنت دكتورة وعلى عين أنا مثلا محامية ما بيقبل يقولوا لي محامي ما أنا ست وأنا بيقوتي فإذا دايما لازم نحرص على تاق التأنيس تاق التأنيس هيدة تاقة المرأة اللبنانية لهيدة تاق التأنيس لازم يكون إلا حق بولادة يعني ست أقبل موضوع كتير شائك وطويل على أمل أنه تكون معنا بلقاءات تانية حتى نحكي عن هذا الموضوع اللي كتير مهم التجنيس أنا حاضرة كل فترة أكيد أهلا وسهلا بيك نحنا منكبر في أشياء جديدة كل التطورات بخصوص المرأة وقناة مريم تيفي هي قناة بيهم كل شي بخص المرأة ما في كافي أنا اسمها مريم أكيد أكيد نحنا نشكر كتير الله يخليك نحنا شو قلنا غير أنه بس نروح نترك أثر لحفيدة أنا عندي أربع حفيدات أنا بدي أشتغل مشاين ومشاين كل الحفيدات نيالهم بها الثلاثة عصد أقبال شكرا كتير لأليك شكرا ونشاهدينا بريك ومنرجع عن طورونا شكرا 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 شكرا